موسيقى من برنامتكم متفع الافطار ايام كثيرة راحت من هذا الشهر المبارك وبقت ايام قليلة اسأل الله ان يتقبل صيامنا وقيامنا وكل عباداتنا الله يحفظكم وربي يقويكم ان شاء الله صيام شهر رمضان نحن كلنا نعرف ان الصيام في شهر رمضان مش عبارة عن صيام فقط عن الطعام الا انه هو صيام عن كثير من العادات السيئة او كثير من العادات اللي تجرح صيامنا ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشربه الكثير من الناس تركوا كثير من العادات السيئة في هذا الشهر على اساس انهم ما يجرحون صيامهم وهذا شيء جدا جميل ومبادرة حلوة من هذول الاشخاص لما نتكلم عن الانسان الانسان يحتاج له ما يقارب 20 يوم ليكتسب عادة و20 يوم انه يترك هذه العادة عندنا شهر رمضان كون من 29 الى 30 يوم فانت تقدر تترك العادات السيئة لانك انت تقضي ما يقارب 20 يوم او اكثر من 20 يوم وانت ما تسوي هذه العادة وتقدر ايضا تكتسب عادات طيبة وجميلة من شهر رمضان منها الاذكار منها الصلاة بالوقت طبعا نحن نعرف نحن بشر يعني نغلط احيانا نقطع افصالاتنا بس شهر رمضان نحن ملتزمين افصالاتنا واتمنى هذا الشي يستمر بعد شهر رمضان حياكم الله ويامر حبابكم وننتقل الحين للاطفال الحلوين نسألهم وعدنا مسابقات وان شاء الله كلهم يفوزون ويانا وعند اليوم المساعدة سما شلونت يا سما؟ الحمد لله مستعد انت ويانا نروح نسألهم؟ اي يلا نروح نسألهم نشوف الاطفال مرحبا اهلين شو اسمك؟ ريم ريم من وين يا ريم؟ من فلسطين من فلسطين الله يحفظت ان شاء الله ريم كم عمرتش؟ عشر سنين عشر سنين انزين يا ريم من نقعة تابعت اليوم على التلفزيون؟ ام وابوي الله يحفظهم ان شاء الله ازين شو مستوين اليوم على الفطور؟ ملوخية ملوخية قلت المائدة ولا كيف؟ ازين يا ريم بعد رمضان شو بيصادفنا؟ اي عيد؟ عيد الفطر ولا عيد الافحة؟ عيد الفطر عيد الفطر ايوا تستاهلين جائزة من مركز هنوفر الطبي للأسنان تفضل يا ريم تفضل يا ريم نزوا اياديكم وابتسموا نحن حنمسك الاصغار اليوم شو اسمك؟ جنة جنة كم عمرك يا جنة؟ خمس سنوات؟ انزين يا جنة من قاعد تشوفت اليوم على التلفزيون؟ مصر مصر كلها قاعد تابعت؟ نزين يا جنة جنة قولي لي ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أسهل من هذا السؤال ما لاكي هل هي أبوظبي؟ أم هي أبوظبي؟ أم هي أبوظبي؟ أبوظبي أرفع صوتك قولي أبوظبي أبوظبي أحبهم أرفع صوتك يا جنة أرفع صوتك أحبهم قولي أنا أحبكم 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 إن شاء الله يا جنة أعطيها هذه الجائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبي تفضلي تفضلي هذه الجائزة نزلوا أياديكم وابتسموا نزلوا يدك وابتسم هذا الولد جديد شكله شو اسمك يا حلو؟ طارق طارق من وين يا طارق؟ فجيرة من الفجيرة؟ كم عمرك يا طارق؟ خمسة خمس سنوات دخلت المدرسة كيجي وان ولا ما دخلت؟ كيجي 2 كيجي 2 حلو 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 يا طارق قولي ما هي عاصمة التراث؟ عاصمة التراث هل هي رأس الخيمة؟ قول إي عاصمة التراث هي رأس الخيمة؟ قول آه آه عاصمة التراث؟ قول عاصمة التراث عاصمة التراث رأس الخيمة؟ أه؟ قول رأس الخيمة قول رأس الخيمة بصوت عالي تراج الخيمة طارق من قاد يتابعك يا طارق من قاعد يشوفك الحين أبوك تحبني أنا أو بابا بابا تحب بابا، ما تحبني أنا غزين michaquك من قيادة العامة لشرطة الفجيرة ارجعوا ارجعواvärجعوا findكم ولكنكم وكانكم شوف الحلوين نسال من ابتسامة ابتسامة، ابتسامة شو اسمك يا بطل أحمد سنوات قم عمرك؟ تسع سنوات. أحمد منلقائي تابعك اليوم؟ أمي. أمك. نزين شو بتقول للوالدة في آخر أيام فيها الرمضان؟ كل عام أنت في خير. رمضان كريم وأنا أحبك. الله يحفظها إن شاء الله. نزين جبت اشترت ملابس العيد ولا بعدك؟ اشترت. اشترت. شو اشتريت؟ ملابس. نزين عدري ملابس كنادي و بناطلين شو اشتريت؟ بناطير و بناطير و تشارتات. حلو من اليابلك ياها؟ أبي. أبوك الله يحفظ إن شاء الله. نزين نحن سألنا أخونا الصغير هنا قلنا له شو هي عاصمة التراث؟ أنا بسألك شو هي عاصمة الثقافة؟ الشارجة. الشارجة إجابتك صحيحة. خذ هذا كوبون مقدم من مروان عباس للسيارات عطيل الوالدة أنه هو اللي اشتر لك ملابس العيد. تستاهل. تستاهل يا بطل تستاهل. أبوك سلمت سلمت لحظة لحظة هذه وحليلة صارة ساعة واقفة عندي. شو اسمت؟ شو اسمت؟ مهدنة. حبيبتي تستاهل. شو اسمت أنت؟ هنة. هنة. كم عمرت يا هنة؟ ست سنين. ست سنين؟ الله يقويس إن شاء الله. نزين يا هنة. متى تم اعتماد النشيد الوطني لدولة الإمارات؟ هو بسنة تأسيس دولة الإمارات. 71 ولا 72؟ 1971 ولا 1972؟ أنا قلت الخيار الأول أحسن. ألفة 1972. لا 71. 71. أيوة إجابتك صحيحة. تفضلي 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 تفضلي. زين يلا يا أولاد. ارجعوا كلكم وراء. ارجعوا كلكم وراء. خليكم في مكانكم. خليكم في مكانكم. خليكم في مكانكم. خليكم ارجعوا مكانكم. سماء. سماء. أنت قلت لي أنت حافظة النشيد الوطني. طبعا نعرف أن النشيد الوطني كتب شاعر الدكتور عارف الشيخ. فش رأيك تنشدين هذا النشيد؟ لحظة لحظة يا عسما. أرفعي صوتك عالي. واعتزي بالبلاد. يلا. عيشي بلادي. عاش اتحاد إماراتنا. عشت رشابا دين والإسلام. هجف القرآن. حصنتك اسم الله يا وطن. بلادي بلادي بلادي. حماك الإله والشروع والزمن. حصناه النم يا ماما. نعم نخلص نعم نخلص نعم اللمان. عاش العالم يا إماراتنا. عشت رشعبا دين والإسلام. هجف القرآن. أحسنتك بسم الله يا وطن. الله يحفظت إن شاء الله. الزين روحي عند عمه اللي هناك. واستلمي جائزة مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجير. الله يحفظكم إن شاء الله. وقفوا وراء وقفوا وراء. وقفوا وراء. ما أحد يرفع عيدة. شو قلنا نحن. الزين بس وقفوا وراء. وقفوا وراء وبتسموا. الزين يلا وقفوا وراء حبايب. يلا وقفوا وراء. الزين من حاب يوجه كلمة لأهله؟ حبيت وجه ازل لحظة لحظة انا بخليكم كلمة جماعية تقولوها كلكم مرة واحدة تقولون كل عام وانتوا بخير تمام هاعد بقول واحد اثنين ثلاثة وكلكم مرة واحدة تقولوها شو رأيكم يلا واحد اثنين ثلاثة كل عام وانتوا الله يقويكم طبعا ايام وننتقل العيد الفطر الله يقويكم ان شاء الله ومثل ما اخبرتكم في بداية هذا البرنامج قلت لكم اننا نحن نقدر ما يقارب عشرين يوم نترك عادة ونكسب عادة خلو نكسب فيها العادات الحسنة ونترك العادات السيئة فخلال هذا العشرين يوم نحن نعرف شهر رمضان تي ثلاثين الى تسعة وعشرين يوم فنحن نقدر نترك هذه العادات السيئة ونقدر نكتسب عادات حسنة ولا تنسون تدعون الاهلكم والناسكم وفي هذه الدقائق طبعا مستجاب فيها الدعوة لأنكم انتم صايمين وبقى قبل الفطور تكون الدعوة مستجابة فدعوا الاهلكم ودعوا الناسكم ادعوا الاهاليكم اللي يوقفوا وياكم من الصغر اللي كانوا يمسحون دموعكم من انتم صغار واذا كانوا تحت الاتراب اترحموا عليهم أسأل الله ان يحفظكم أسأل الله ان يقويكم ان شاء الله ورب يوفقكم ان شاء الله وكل الدعاوة ان شاء الله تكون مستجابة فريق العمل لمدفع الإفطار ومحدثكم أيضا عبدالله الهاشم وبحفظ الرحمن ورعايته وصياما مقبولة وإفطارا شهية عبدالله الهاشم عبدالله الهاشم عبدالله الهاشم حدث المدفع جهز للمعم مع التجاسب مدفع الإفطار جهز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة